السؤال الثالث وقد تكرر كثيرا في وروده علي هل يجوز لعن المراجع الطوسيين هذا السؤال ورد بصيغ عديدة هذه الصيغة التي ذكرتها تلخص مضامين تلك الأسئلة الكثيرة جوابي هو هذا لقد كتبته على الورق كي يكون دقيقا سأقرأه عليكم من الورق المكتوب جعلت الجواب في عدة نقاط النقطة الأولى أولا كل من خالف عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها بنحو 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 واضح وصريح أيا كان يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد لأنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله ويخالف وصيته في التمسك بالكتاب والعترة وينقض مواثيق بيعة الغدير وهو بذلك مورد حقيقي للآية السابعة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة ثانيا كل مرجع تقليدا عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء تنطبق عليه الأوصاف السيئة القبيحة التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد لأن الإمام الصادق قد لعنهم بنحو صريح في الرواية نفسها بعد أن وصفهم بالكفر الصريح هناك لعن صريح من الإمام لمراجع لمراجع التقليد عند الشيعة الذين يتصفون بالأوصاف القبيحة التي ذكرت في تلك الرواية الشريفة وصفهم الإمام بالكفر بتعبير صريح ولعنهم بتعبير صريح أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم كل مرجع تقليد عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء تنطبق عليه الأوصاف السيئة القبيحة التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد لأن الإمام الصادق قد لعنهم بنحو صريح في الرواية نفسها بعد أن وصفهم بالكفر الصريح ثالثا يجب أن يكون اللاعن متأكدا من توفر سبب جواز اللعن مع مراعات أن لا يكون الملعون غافلا عما هو عليه بحيث إذا نبه للصواب تراجع عن خطأه هذه قضية مهمة لا بد أن ينظر إليها يجب أن يكون اللاعن متأكدا من توفر سبب جواز اللعن مع مراعات أن لا يكون الملعون غافلا عما هو عليه بحيث إذا نبه للصواب تراجع عن خطأه رابعا يجب لعن من تقدم ذكرهم إذا كان إظهار الحقيقة في إحياء أمر دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها يتوقف عليه يجب لعن من تقدم ذكرهم إذا كان إظهار الحقيقة في إحياء أمر دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها يتوقف عليه يتوقف على اللعن خامسا عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها لا تأخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وغير ذلك لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا والمذهب الطوسي أوضح مثال على عقيدة الضلال المستحكم سادسا قطعا هناك التقية وأحكامها والضرورات وأحكامها كل ذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الشرعي في المسائل المتقدمة بما يرتبط باللاعن والملعون قطعا هناك التقية وأحكامها والضرورات وأحكامها كل ذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الشرعي في المسائل المتقدمة بما يرتبط باللاعن والملعون سابعا الحكمة اليمانية الحكمة اليمانية تقتضي الروية والتأني في إصدار الأحكام على الآخرين أيًا كانوا لاحتمال جهلنا بظروفهم وأحوالهم إلا إذا كنا على علم ووضوح رؤية بما هم عليه أعتقد أن الإجابة وافية وواضحة وبينة فهذا هو الجواب على هذا السؤال الذي وردني مرارا ومرارا ومرارا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر